العمليات المتسارعة التي تشهدها سوريا هي يعني ليس بالغريب عن المخطط التي كان نسمع عنه الذي كان نسمع عنه ضمن مخططات خارطة الشرق الأوسط الجديد التي بدأت في غزة ومن ثم جنوب لبنان والآن في سوريا سوريا يعتبر العمود الفقري لمحور المقاومة بالتالي الرؤى كلها تكتمل بأنه يجب تقطيع أوصال محور المقاومة ووحدة الساحات تم انهاء رأس محور المقاومة في جنوب لبنان وقطعت أوصاله عن غزة وعن سوريا الآن العمل في سوريا ضمن ما مخطط له هناك رسمة جديدة ضمن هذه الخارطة في سوريا بعيدا عن مناطق خفض التصعيد وخطوط التماس التي كانت سابقا متفق عليها الضوء الأخضر الذي حصلت عليها هذه المجموعات المسلحة وانطلقت بهذا الانطلاق السريع وتقهقر الجيش السوري أمام هذه المجموعات وكذلك العمل الضعيف والمواجهة والردع الضعيف للروس في قبالة القوة التي يمتلكونها ضد هذه المجموعات أيضا كلها هذه علامات استفهام من الناحية العسكرية هذا التقدم يحسب لهذه المجموعات في قبالة عدم وجود أدوات ردع من قبل الجيش السوري الجيش السوري حقيقة وكأنما كان في مرحلة سوبات كان محتمد على الروس في عمليات الإسناد الجوي ومحتمد على فصائل المقاومة سواء من حزب الله والفصائل الإيرانية والفصائل العراقية في عمليات الإسناد الأرضي عندما فرطت هذه المجموعات حقيقة رأينا أن الجيش العربي السوري بدأ بالانسحاب وهو ما تكلم عن انسحاب تكتيكي لكن في كثير من الأحيان تسليم محافظة مثل حلب الذي تعتبر القلب النابض لسوريا التي استمر القتال فيها لمدة أربع سنوات من أجل إعادتها سابقا تسلم بساعات وكذلك الانسحاب إلى حما وتم تسليم حما أيضا بالرغم من أن هناك مطارات عسكرية في حما وهذه المطارات فيها طائرات قسم منها تدريبية وقسم منها مقاتلة كان بالإمكان يعني قيادة هذه الطائرات والطيران فيها إلى مطارات وإخلاءها إلى مطارات أخرى لكن أيضا رأينا أن الطائرات بقت جاثمة على الأرض يعني حقيقة كل هذه المحطيات تجعلنا نظهر باتجاه أنه يعني النظام في سوريا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك مرتسم جديد لسوريا مناطق نفوذ جديدة لسوريا ستحدد الواجهة نعم مجموعات مسلحة بقيادة الجولاني لكننا بدأنا نسمع من الجولاني خطابات جديدة كأنما هناك يدعو إلى الإسلام المتمدن يدعو إلى عدم الثأر يدعو إلى الكثير من الأمور هذا الخطاب حقيقة جديد لشخص مثل الجولاني الذي هو يعني في فترة من الفترات كان جزء من القاعدة في فترة من الفترات كان حليف مع داعش وكانت خطاباته واضحة المعالم بالرغم من أن الجولاني هو موضوع على لائحة الإرهاب لكن هو يتحرك بسلاسة يتحرك علانية يتحرك ويعمل لقاءات تلفزيونية مع السي أن أن الأمريكية الذي هو مطلوب يعني مطلوب كإرهابي لأمريكا هذه المعطيات تجعلنا نرى أن هناك يعني رؤية جديدة قد تتبلور في سوريا حقيقة الروس لم نرى منهم موقفا ثابتا لحد هذه اللحظة الأتراك بالرغم أن نعلم أن هذه المجموعات هي تتحرك بفاعل تركي لكن لحد هذه اللحظة التركية لم تتبنى أنه هي التي حركت هذه المجموعات وأنا يعني أزم أن هذه المجموعات اليوم لن تتحرك إلا بفعل ضابط خارجي لأن السلاح الذي تمتلكه والتجهيز الذي تمتلكه يعني حقيقة تجهيز لا يمكن أن تكون تجهيز ذاتي من مجموعة وإنما تجهيز دولي قد دعم بالمعلومات الاستخباراتية من الجو والمعلومات الاستخباراتية من الأرض لذلك التحرك كان بالنسبة لهم ضمن مخططات مرسومة ضمن محاور يعني دخولهم إلى حماء كان ضمن خطة مرسومة يعني خطة أسكرية وضحت المعالم من أكثر من محور تم تطويق حماء وبالتالي هناك اختراق حصل ومن ثم تم السيطرة على حماء حماء يعتبر خط صد مهم بالنسبة لدمشق التحرك أيضا باتجاه حمص يعتبر الأخطر لأنه تعتبر آخر المصدات بالنسبة لدمشق وهناك يتم السيطرة على الطرق الاستراتيجية أم فور أم فايف أم ون التي يربط حمص باللاذقية واللاذقية يعني الجميع يعرف أنها يعني هذه المناطق الساحلية التي هي فيها التواجد الروسي حقيقة والمطارات الروسية كحمامين وغيرها اليوم حقيقة يحاول الجميع الذهاب باتجاه إيجاد حلول دبلوماسية لكن أنا أرى من وجهة نظري هذه الحلول الدبلوماسية أتت في وقت قد يعني بدأت بدأ النظام يلفظ أنفاسه الأخيرة في محاولة منهم للرجوع إلى تطبيق القرار 22-54 هذا الذي رفضه في وقت من الأوقات الرئيس بشار الأسد اليوم يحاول الرجوع إلى هذا الطريق لكن حتى وإن نجحت هذه المفاوضات من خلال الفواعل الدولية أنا أرى سوف يجبر الرئيس بشار الأسد على القبول بهذا القرار ومن ثقف عالي من الشروط هذه الشروط التي هي فيها الرسمة الجديدة لسوريا هذه الرسمة التي ستقسم ما بين مناطق كردية ومناطق يعني نستطيع أن نسميها مناطق سنية ومناطق التي هي مناطق العلوية التي هي الساحل ودمشق وغيرها من المناطق التي هي ستكون تحت سلطة النظام طيب أستاذ مخلد وأنت تتحدث عن رسمة جديدة لسوريا وأن هناك هذا ممكن النظام السوري بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة إذن هل نحن متجهين إلى مرحلة لا يوجد فيها النظام السوري أي بشار الأسد أم هناك خطة أو هناك صفقة بين الحكومة السورية وبين المعارضة ربما تصل إلى تقسيم سوريا للحد من هذا التوسع هو هذا الذي أنا تكلمت عنه أنه في نهاية المطاب سواء يعني وافق بشار الأسد على تطبيق القرار مجلس الأمن أو لم يوافق فأن هذه الرسمة قد يعني انتهت لأننا نتكلم عن مسك أرض يعني اليوم هي التحرير الشام والفاعل الذي يحركها هي بدأت بمسك أرض وعندما تمسك أرض أنها ستفاوض ضمن سقف عالي من المطالب أنها لا تستطيع العودة إلى الوراء إلى مناطق خفض التصعيد أو اتفاق استانا أو سوشي 2022 يعني لا توقع أنه هناك إمكاني العودة إلى الوراء اليوم هناك تقدم هناك مسك أرض فبالتالي كل الاحتمالات هي واردة إذا رأينا في قادم الأيام أن هذه المفاوضات جميعا قد تضضي إلى أن أن يبقى الرئيس بشار أسد في الحكم مع تقسيمة فيدرالية لسوريا أتوقع أن هذا الموضوع قد تم الاتفاق عليه مسبقا لذلك يعني الهدف الرئيسي من كل ما يحصل هو قد نرى صراعا عقائديا على الأراضي السورية هذا الصراع قد نشهده ما بين هيئة تحرير الشام التي تحمل عقيدة نستطيع أن نقول عليها عقيدة سنية في قبالة فصائل إيرانية أو فصائل لبنانية أو فصائل عراقية موجودة على الأراضي السورية قد تتواجه هاتين العقيدتين في قتال يعني حقيقة يتم إنهاء بعضهما للآخر وهذا ما مخطط له في نهاية المطاف بعد أن يتم مسك الأرض وتصفية الأمور أعتقد إذا كانت هناك رؤية لبقاء الجولاني مثل ما نراه اليوم يتحرك بأرياحية بدون ضغوط وبدون حذر فأكيد الجولاني سنرى أنه سيحل هيئة تحرير الشام ويذهب باتجاه رؤية سياسية وقد يرفع اسمه من لائحة الإرهاب كما حصل في طالبان عندما تم هذه الحركة من لائحة الإرهاب وبالتالي تم إعادتهم إلى الحكم هذه السيناريوات قد نراها حاضرة يعني في قادم الأيام مع تقدم المجموعة المسلحة إلى مسك أكثر ممكن أكثر مساحة من الأرض وقد نشهد أيضا في حال الوصول إلى حمص قد نشهد تدخل إسرائيلي في منطقة الجولان لتأمين منطقة عازلة لها في هذه المنطقة وبالتالي يعني ستخلق المناطق العازلة تركيا ستخلق لها منطقة عازلة إسرائيل ستخلق لها منطقة عازلة والأكراد سيكون لديهم مناطق يعني ذات نفوذ أكثر يعني من التي هي لديها الآن يعني قصد قوى سوريا الديمقراطية أتوقع يعني هذه هي الرسمة وبالتالي يتم إنهاء هذا المحور الداعم لحزب الله في سوريا عفو في لبنان وبالتالي يعتبر من وجهة نظري ضربة كبيرة ثانية تلحق بإيران من خلال هذه المصدات التي بنتها ودعمتها لسنين طوال